ومن البحرية إلى الجيش الثالث الميداني والذي يدمر ثلاثة أوكار للإرهابيين ويقبض على خمسة مشتبه بهم استمرارا لجهود القوات المسلحة في مداهمة وتمشيط مناطق مكافحة النشاط الإرهابي وملاحقة العناصر التكفيرية والإجرامية وصلت قوات إنفاذ القانون بالجيش الثالث الميداني توجيه ضربتها القاسمة للبؤر الإرهابية والإجرامية بوسط سيناء وقد أصفرت أعمال المداهمات عن الآتي ضبط خمسة من المشتبه بهم وجاري التحقيق معهم بوسطة الجهات المعنية تدمير ثلاثة أوكار واثنان عربة ربع نقل وثلاثة دراجات نارية خاصة بالعناصر التكفيرية حرق وتدمير ثلاثة من مزارع النباتات المخدرة فضلا عن ضبط اثنين عربة ربع نقل محملة بحوالي واحد ونص طن من نبات البنجو المخدرة المعدة للتوزيع كما تمكنت العناصر أيضا من تأمين نفق الشهيد أحمد حمدي من ضبط سيارة سيارة نقل عثرة بداخلها على عدد خمس تلاف أروسة سجير مهربة وضبط سيارة ملاكي وبداخلها كمية كبيرة من جوهر الحشيش والأفيون المخدر هذا وتواصل قوات انفاذ القانون بجيش الثالث الميداني تنفيذ عملياتها النوعية للقضاء على العناصر التكفيرية والإجرامية